ومن الأراء التي وصلت لا شك أن هذه الحادثة تعد جريمة لكن لا تخفي وراءها عوامل كثيرة أهمها الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشباب في البيت والشارع والمدرسة ورداءة مستوى التعليم والفساد المستشري في وزارة التربية وعدم توفر الوسائل المتاحة أدت إلى هذه الجريمة علي علي نحن بحاجة إلى وقف جادة من الدولة لردع هذه الممارسات اللا أخلاقية ويجب إصدار قانون حماية المعلم أسوة بصحفيين والأطباء محمد عمران حادث مؤسف لكن لا نحمل الطالب المسؤولية كاملة فأغلب الكوادر التدريسية تحملون جزء منها بسبب تعاملهم المشين لطلاب بأسلوب قوة وعنف واستفزاز لشخصية الطالب الذي يمر بمرحلة المراهقة توفيق الشمري السبب في ذلك أن القانون لا يحمي الكوادر التدريسية ولا يوجد أي تعاون من قبل أولياء الأمور مع الكوادر التدريسية بل الطالب يجد تشجيع من قبل الأهل على هذه الظواهر السلبية أما ما ورد على صفحة الحر عراق في تويتر أحمد المتحتي هي جزء من ظاهرة الاعتداء على الإنسان وانتهاك حرمته بصورة عامة في العراق وهو نتيجة طبيعية لمجتمع منهر الفصول الأربعة نتيجة التسامح مع الطالب والقرارات التي تتخذها التربية لصالحها ومنها منع الضرب وتستر وتساهل مع الطالب في حالة الغش نادي المهداوي حالة طبيعية جدا بسبب الفوضى التي في البلاد وعدم تطبيق القانون وغياب العدالة بين المواطن وحكومته كل همها سرقة خيرات البلاد أما حسام الأسلوب الفج وتعامل الخشن القبيح من كثير من المدرسين والمعلمين لطلاب هو الذي يجعل الطالب يكره الدراسة والأساتذة فيديو نشرته صفحات التواصل الاجتماعي رصدناه لكم مشاهدين لأبناء مدينة الحلة وهم يعملون لساعات متأخرة لما بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان بجهود تطوعية من أجل توفير الخبز للعوائل النازحة مجانا هذا المخبز تم نصبه من قبل جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع بابل بالتعاون مع المركز العام يعمل هذا المخبز على إغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لمادة الخبز للنازحين وبصورة مستمرة في شهر رمضان ومخبز نحن اليوم في شهر رمضان الكريم وهذا عمل المتطوعين وكوادر جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع بابل في ساعات متأخرة من الليل لغرض إنجاز الوجبات المتعلقة في إغاثة النازحين وتوفير مادة مشاهدين الكرام هذا كل ما لدينا اليوم من تعليقات وأخبار منوعة أعود للزميل الحيدري لمواصلة ما تبقى من النشر شكرا جزيلا الاعتداء على المدرسين غير مقبول أفدا بالتأكيد